منظمة سرية تحكم العالم وتدير شؤون الأرض ينتمي إليها رؤساء وزعماء ورجال أعمال أغنياء اجتماعاتها محاطب السرية ومقراتها مليئة بالرموز التاريخية لو ما عجبتكم هالمقدمة تخيل تكون صنايع بناء بالدور على نقابة تعطيك حقك وفجأة تصير مركز كل نظريات المؤامرة إنها الماسونية هاي روشتة اليوم تعالوا نصرفها في أبوتيك نبدأ بتاريخ سريع للماسونية كلمة ماسوني أو فري ميسن معناها البناءون الأحرار اللي هم حرفيين بناء وتشييد الكاتدرائيات في القرن الرابع عشر كلمة أحرار سببها عدم انتماءهم لنبلاء إقطاعيين يعني أسياد نفسهم في القرن السابع عشر والثامن عشر أوروبا دخلت عصر التنوير وحركة بناء الكاتدرائيات خفت والماسونية بدأت تفتح باب العضوية لغير الحرفيين وصارت أشبه بنادي مغلق حكر على الرجال المسيحيين على الأقل في أوروبا النادي هذا كان لسه قائم على تاريخ حرفة البناء وأسطورة انتقالها لأوروبا من مصر وبنت كثير من طقوسها وأزياءها ومعمار محافلها على هيكل سليمان في القدس لهيك قسم كبير من رتب الماسونية ونصوصها وأسماء محافلها له طابع ديني سنة 1717 اتأسس بشكل رسمي ولأول مرة محفل إنجلترا الأكبر Premier Grand Lodge of England ومنه انقسمت الماسونية لقسمين اليعاقبة والهانوفريين الانقسام هذا السياسي لأنه اليعاقبة كانوا بيدعموا عودة آل ستيورت لعرش إنجلترا بينما الهانوفريين كانوا مع الأسرة الملكية الألمانية اللي حكمت هانوفر وبريطانيا العظمى وآيرلندا هذا الانقسام السياسي كان بذرة تكفير الماسونيين وأساس نظريات المؤامرات عنهم ليش؟ لأنه هذا الانقسام جعل الماسونية جزء من لعبة السياسة الأوروبية المعقدة وحولها من نادي مغلق للوبي سياسي في روما نجح الهانوفريون في السيطرة على المحفل الماسوني من اليعاقبة مين كان عايش في المنفى في روما أنا ذاك؟ ملك إنجلترا جيمس الثالث اللي هو من آل ستيورت جيمس الثالث لما عرف باللي عملوا الهانوفريون ضغط على بابا الكنيسة الكاثوليكية كليمنت الثاني عشر لتكفير الماسونية الهانوفرية في نفس الوقت أسس الماسونيون اليعاقبة محفل سري في فرنسا وحاولوا يضغطوا على الكاردينال أندري ديفلوغي اللي كان الوزير الأول لملك فرنسا عشان يدعم آل ستيورت لكن ديفلوغي كان بيشتغل على تحسين علاقات فرنسا مع إنجلترا الهانوفرية فطلب من كليمنت الثاني عشر تكفير الماسونيين اليعاقبة البابا ما بين جيمس الثالث وديفلوغي رايح راسه ورح أصدر قرار باباوي سنة 1738 بحضر انضمام أي كاثوليكي للماسونية بشكل عام هانوفرية ويعاقبية هذا الحضر ساري لليوم على فكرة والفاتيكان ما أصدر أي قرار يعكس أو يلغي قرار كليمنت الثاني عشر من طريق التعامل الكنيسة مع الماسونية ممكن نفهم جزء من نظريات المؤامرة عنهم تأثيرهم على السياسة الأوروبية في القرن الثامن عشر خلى الناس تفكر أنهم جزء من مجلس كبير لحكم العالم مع أنه التأثير هذا كله كان عبارة عن خلاف ما بين تيارات الماسونية نفسها وأدى لحضرهم في أوروبا أما نظريات المؤامرة عن كون الماسونية دين جديد فهي نابعة من شيئين الحضر البابوي وتأكيد 11 بابا بعد هذا الحضر على عدم توافق الماسونية مع التعاليم الكاثوليكية وإشارة النصوص الماسونية للخالق بأنه كيان أعظم أو مهندس أعظم للكون يعني ما في وصف صريح للإله أو الرب أو الله الحضر الديني والملاحقة السياسية دفعت الماسونيين لإحاطة شؤونهم بسرية وغموض أكبر من الأول خاصة لما مؤلفين روايات وكتاب سيناريو بدأوا يستخدموا هذا الغموض والسرية عشان ينتجوا قصص وأفلام تصورهم ككيان شرير يعبد الشيطان ويحكم الكوكب لكن في السنوات الماضية بدأت الماسونية حملة انفتاح كبيرة وأجرت مقابلات صحفية عن هيكليتها وتقوص الانضمام وفحو الاجتماعات واللي بتشبه أي اجتماع لنادي أو جمعية مناقشة أعضاء جدد، طرقيات الأعضاء، مناسبات اجتماعية أو حتى مشاريع فكركم هل العالم رح يظل ينظر للماسونية على أنها أساس المشاكل والحروب والصراعات أم أنه الانفتاح والشفافية والوضوح ممكن يوما ما تحولهم لمجرد نادي نخبوي أعضاءه بس بحبوا يلبس أزياء تنكرية اكتبوه لنا في التعليقات كونوا بخير وصحة وما تنسوا تتابعوا وبوتيك في السوشيال ميديا وتوصى علينا عند الحبايب والقرائب ولكم الأجر والثواب